موسيقى سلامات فرق تسد استثناء اعتمد عبر تاريخ الشعوب للاستعمار شن الفتن تغذية الحروب بين البشر هالاستثناء القائم على الشر ضد الخير تحول لقاعدة نشحد بكتير من الحالات إذا بدنا نترك الأنظمة والدول والحروب الكبرى والروح ع حياتنا اليومية مع أصدقائنا ومجتمعنا الصغير أدافي ناس بتتبع هالقاعدة وبتنجح كم حدا مننا ترك صديق عمر بسبب وشاية من طرف تالك كم علاقة وصلت للقطيعة بين طرفين بسبب وش وش خبيثة كم حدا عم يسمعني هلأ بيعرف في حياته حدا جرب يخلفه مع حدا ونجح كم مشروع خسر بسبب تفسيد أدافي ناس خسرت أشغال لأنه قوة الشر انتصرت على قوة الخير وفرق تسود انتصرت على وحد تسود لما الأخوة والأصدقاء بيختلفوا الكل بيخسر قدام اللي عم بيدير اللعبة الجملة الشهيرة بتقول بالاتحاد القوة كلنا عم نعرفها لكن من تجربتي بهالدني الاتحاد بده قوة ومش كل الناس عنده هيد القوة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قولوا الله فنانة اخترت على الحياة لتعيش ظروف صعبة وهي اختارت الفن الصعب عندها ستايل خاص وتفكير خاص وقصص وجع مرافقينها لهيد اللحظة ريم الشريف شو القصة بنسمع الفنانة ريم الشريف أهلا وسهلا فيك نورتين بشو القصة بنورة بوجودك القصة جاهزة تحكي كل القصة أو ربعة نصة ريم الشريف اسمك الفنة ليه ما بتحب الناس تعرف اسمك الحقيقة مش قصة انه ما بحب الناس تعرف اسم الحقيقة بس خلص لما صرت ريم الفنانة صرت شخص جديد وخلقت عن جديد وكبات كل الماضي وراي هل قد كان الماضي خرج في الكب لكب بيتي نحن نتيجة التجارب وماضي صح يعني بعتقد انه كل انسان لازم يكون يومه دايما أفضل من أمسه ولازم دايما يتطور ويشتغل على حاله مش انه عم نكب الماضي لانه ما بدنا اياه او لانه منكره او لا بس لانه بلك خلص خدمنا وعمل وقته وخلص وقالله يرحم ماضي كده قالله يرحمه كان حلو لكن هلا إذا حدا بيسمعي كام تقولي ماضيكي كان حلو بفكر انه حدا مخبص بماضي عامل شي شغلة لا لا طبعا بس هو بداياتي بحياتي ايه كانت صعبة كتير او موجعة كتير وهذا يمكن الناس ما كتير بتعرفوه عارسين الليلة خبرينا الناس بتشوف صبية حلوة رتبة صوتة وكذا والناس دايما بتحكم على الناس ما بتعرف هيدا الشخص شو عانى او شو قضى وبشو مرأة توصل للمحل اللي هو فيه تا عجن هالعجنة وطلع هيدا الشخص جيتي عالحياة بالغلط صح؟ 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 فكان بالغلط كان مش وقتون ما بدون ولد بقى هلأ كانت غلطة حلوة كانت أحلى غلطة بحياة العينة كلها سأليهم كان عمرك كريم 8 سنين لما توفى الوالد 8 سنين ونص شهدت على وفاته صح توفى بابا سكت قلبي الله يرحمه وكنت أنا كتير صغيرة يعني عمري 8 سنين ونص يعني بوعى عليه شوية هيكة فلاشات مش مش بتفاصيل كتير وكنت خلص غنوشت الوالد لأنه ما كنت بمشي عالقرض إذا مش عكتافه على حرجه فجأة خسرته كانت كتير صعبة وكنت أنا أول حدا بيشوفه متوفى شو يعني طفلي عمري 8 سنين عم بتشوف باية متوفى عرفت إنه مات عرفت وما عرفت يعني ما بعرف يفدق شرحلك في ناس مثلا بس يصير معا شي بشع أو خطير بتنشل بأرضها ما بتقدر تعامل شي شو عملت وقتها في ناس بتعرف تتصرف أنا من الناس اللي كتير بعرف أتصرف بعمري 8 سنين عرفت شو عملت إنه عرفت أتصرف عرفت أبعط خبر لماما عرفت كانت بنت أختي الكبيرة يعني هلأ بنات أختي من عمري هن كانت بنت أختي عمري سنتين على حاملتها فهيك كنت عم بلعبها ودموعي نازلين وعم بقلها هاي شو دعم بلعبنا متخافة ما بعرف لأي كان عندي هيدا الوعي إنه ما بدي هالبنة تتعقد وكننا واحدنا خلاص صارنا بالبيت عبالنا هادي كانت أول شوك بالنسبة لقالي يعني أول صدمة موت بحياتك هدا قريب ايه أول أول وصراحة يعني من وقت ما توفى الوالد من بعدها معه خلاص إن شاء الله معت فرقة معي شيء يعني كانت تدربة البابا أقوى شيء والحمد الله من وقته يعني كم خيو أخذ كنتو؟ نحنا شابين وأربع بنات معي أنا ستة ايه بعد ستة شهر من وفاتون حطيتي بمدرسة داخلة صح ليه؟ هلأ أنا ما كنت أفهم ليه أنا وطفلة ما كنت عارفة ليه أنا اللي حسيته حسيت حالي اباندنت شايلد يعني الطفل المتروك غير محبوب بلكي أو انلافد أو لفت ألون إنه تركيني لوحدة هيك أنا اللي فهمته بس أهلي كان عندهم أسبابهم تحطوني بالمدرسة الداخلة لأنه كانوا أكلين كف كتير كبير بوفاة البابا وماما شالت الحمل كله ونحنا أربع بنات فما كانت عم تعرف شو بدا تعمل أو كيف تتصرف وما بدا تأثر بحق ترباتي ليه ما خلتك معا تحضنا؟ ما بتقدر لأنه هي مسكت الشغل بعد بي ولأنه كمانا بذات الوقت ما قدروا يعطوني الوقت الكافي أو الاهتمام والحنان الكافي لطفلي بعمري تقدر كف علمي وتقدر احتم بدروسي حطيت بمدرسة داخلة بعيدا عن الأم والبي متوفي نفيط ووسطوطنا الأغراب وفي بلدي لكن بدي ألك شي أنا بوقتها أكيد كانت كتير شي بيوجع بس هلأ بشكر ألف مرة ع هايدي التجربة أكيد هني يعني الأوجاها هي اللي بتصنع منا هايدي القوة فيما بعد لأنه الولد بس أم تخيل بنت يعني تمني سنين ونص أو شوي بالداخلة لوحدة وخاصة أنه من بعد ما خسرت الوالد ضغري شو كان شعورك تجاه أمك يعني أنا خسرت البابا بعد بستة شهر خسرت العيلة كلها سو متل ما بيقولوا I've been a loner forever يعني كنت شخص وحيد غضبت غضبت شي على أمك غضبت على العيلة كلها أنه أكيد ما تفهمت قالوا أول شي شو عملوا وأنه كيف تركوني هون ولا جابوني لهون ما بعرف شو أسوأ شي كانت صعب شو أسوأ شي في هذه الفترة بالداخلة الحرمان الحرمان من العاطفة أنك أنت بغربة وبعيد عن بيت أهلك ربع ساعة وما فيك تشوفيهم غير بالشهر مرة وبالصيفية شاهدة كنت تشوفيهم بالشهر مرة إيه أول كم سنة كان بس في زيارات كان فيه بس زيارة على البيت أول كم سنة لكم سنة قعدت بتسعة سنين لعمرة 18 حيات حيات بكاملة وصدقيني صدقيني بس طلعت عدنا وشفت وساختها شكرت ربي ألف مرة أني كنت مخباية بهالمدرسة شكرت ربي ألف مرة أني أنا نحمات من وصخ الدناء أه أه لأنه اليوم اللي عم بيصير بالمدارس والولاد لشو عم بيتعرضوا وشو عم بيشوفوا شوفات وشو عم بيحضروا على هالتلافونات اللي بيديون والآيباد كارسة بس أنت تعرضت لضغوطات ليمكن عنف لضرب أكيد لظلم؟ تعرضت لعنف ببت أهلي من حدا من إخواتي بس أنا مسامحة كلياً ما كنت أفهم أنا ليش كنت أذعل منك كنت أحقد على هالموضوع لحد ما صار أمري 14 صرت قادرة رد الدربة وبطلت أسمح لحدا يمتينه كيف صرت ترد الدربة؟ مرد شو بدي كيسا؟ لا بدي عربة تضربة؟ يعني رجعت صرت تضربة؟ إنه إيه إذا حدا ميدده علي خلص يعني صرت إذا بتعملي علي مجنونة بجنة أكتر مني كان بالمدرسة الداخلة تعرضت لعنف أو لظلم لكن هو الظلم شو أقصى ظلم تعرضت له بهالتسع سنين؟ لكن الظلم هو أنه أنه أنت بمدرسة كتير منغلقة منغلقة مصحفظة دينية ما في وقت زيارة يعني ما في وقت زيارة مثلا مرة صار زلزال من زمان كتير صار زلزال بلبنان شي سي درجات يمكن وقت تفسخوا حيطان المدرسة وإجت ماما لتشوفني وما خلوها تشوفني يعني كانت هي من بعيد وأنا من بعيد نيلات لأنه ما في وقت زيارة؟ إيه لأنه ما فيوني يفتحوا للمجال وقلبوني يفتحوا للكل فالنظام تبع القاسة كان مؤثر جدا عليّ كان مشهد مبكي إلي ولا أمي يعني أنه من بعيد عم نبكي وعم نشوف بعض أنه صار شي بخوف يعني زلزال فانو تخيل أنت شو برديك غير حضن أمي هلأ تكوني فيه وهو اللي أنا أصلا حرمت منه من كتير بكير يعني فقد البي وبعد ضغري فقد الأم والإخوة والعائلة كلها والمجتمع والبيئة والضهرة وكل شي بررتي لأمك أنها تركتك يعني بهاللحظات هايدة أنه أنت ما عم تقدرت شوفيها صار في زلزال لو ما عملت هاك أنت كرهتها أكتر ليه ما أخدتك لو ما عملت هاك أنت كرهتها أكتر شو يعني؟ يعني أنا بشكر الله أنها حطتني لو تعزبت بس أنا كتير استفادت على صعيد الشخصي ليه بدك تكره أمك لو حضنتك؟ ما كنت وصلت للعلم اللي أنا وصلت له اليوم ضروري أن تعزب وما كنت طلعت ببيئة سليمة البيئة اللي كنت فيها ما كانت سليمة لتربية الطفل البيئة اللي كنت فيها كانت فيها البيئة بيئة أهلك بيئة بيت أهلك بيئة أهلي والمنطقة اللي حوالينا مشاكل أخبار قصص مشاكل بالبيت كل يوم إخواتي كل يوم بنام عام برجوف عرفتي ما كان فيه ما كان فيه وعي أو تفاهم بقلب البيت كان كله فايد بالحيد بالمدرسة بالمدرسة في معلمة إحدى المعلمات وقفت لتضربك استشهدت بالعلام السيد محمد حسين فضل الله صح الله يرحمه هي بالأساس هيد المعلمة كانت عم بتسمع لبنت اللي هي نحنا كلنا إخوة البنات منكون بأسرة تنقول نعم نعم فعمتسمع لها غلبت بكلمة شبقتها بالكتاب وقالت لحفظي ورجعي لعندي ما قدرت أتحمل عيضت عليها للمعلمة كان عمري تقريباً شي 12 أو 13 شو قلت لها قلت لها أنت بأي حق بتعيتي عليها ومتلعي لبرة أنت كمان وقفي على الحد يعني من زغري ثورجية ومناصرة للمظلوم فدفعت عن رفيقتي دايقت مني المعلمة وطلعتني لبرة وهجمت علي برة بدي تضرب نمسكت لها إيديها ونزلت لها إيه هون لتحد قلت لها إذا بتمدي إيدك عليها رح أتشكلها السيدة بحمد حسين فضل الله هو بيّن روحي وأنت عم تضرب يتيم وأما اليتيمة فلا تقهر نعم فولت كلمة وبعتت النازرة وما حدا طبعا قدر يحكي معي أي شي لأنه أنا على حق وما حدا قدر بقى يطلع ليه عم تقولي بيّك الروحي؟ لأنه هو بيّر بيّر روحي من بعد ما توفى بابا صار هو بيّن للبنات كلها ليه بالمدرسة؟ بعدك بتحسّي حالك يتيمة ريّم؟ وبتقولي أما اليتيمة فلا تقهر لما تتعرض للظلم؟ هلأ دايما بيقولوا اليتم يتم الأم أو اليتيم يتيم العقل وفقير فقيرة العقل أو الأخلاق هيدا الشعور ما بقى حسّته صراحة هلأ مش كرميل شي هلأ دايما بغص دايما بفقد للبي للسند وخاصة لما كنت فتش عليه بأي رجل ممكن أتعرف عليه وهون كمان الترومة بتجيب ليك غلط وغلط وغلط غلط وغلط وغلط في اختيار الرجال وبعلاقات وكيفية الحب حبيتي غلط؟ صح يعني أنا اليوم لأنني حبيت غلط حبيت غلط لأنني حرمت من العاطفي والحنان حبيت بطريقة كتير أوفر لأنه جاي من نقص كنت عم تفتشي عن أب باللي حبيتيون؟ صح بس هيدا الشي عمل متل باترن أو نمط سايكل من الخيارات الخاطئة كم خيار خاطئ أخدت بحياتك بالعلاقات العاطفية؟ لكن مش أنا أخدت خلينا نقول إنه الواحد مش خيار خاطئ أكتر ما إنه تجاربة بنتعلم منها أنا لو ما فت بالغلط ما كنت عرفت الصح لو ما نقزيت ونواجعت ما كنت عرفت حب حالي صح حلق وأعرف نق الشخص الصح حأرجع على العلاقات العاطفية طفلين حرمت من العاطفة والحنان بس كنت أم لرفقاتك اليتيمات؟ أنا كنت شوية شاذة للقاعدة إنه فاقدوا الشيء يعطيه مج لا يعطيه هو الفقد أو الحرمان يعني أول أسبوع لما كنت بالمدرسة الداخلة أول أسبوع منمت الليل كله بك بك غير مقطع بك متواصل لحد ما خلص قررت أنه أنا بدي أم بدي أم تلعب لي بشعري تنهي أمني فصرت أنا أم البنات اللي معي بالمهجع صرت ألعب لهم بشعرهم وغني لهم مشت لهم شعرهم غني لهم تينامهم شو كنت تتغني لهم؟ يلا تنا يلا تنا لاتبح لك طير الحمام ورح يا حمام لا تسد عم بتحكى رملتنا فا أنت مين كان يغني لك؟ لا أحد هون اكتشفت صوتك؟ لا قبل قبل المدرسة كنت تغني لبابا الله يرحمه البابا كان يسمع كتير طرب كل يوم هيك كان عنده دينة موسيقية كتير حلوة وماما كمان صوتها حلو بتغني فالبيت هيك فيه جو طربي كان وكنت هيك قعد سمع له لبابا ينطربي ينبسطي كيف وبعدنا بالمدرسة صرت غني وصرت شارك بموسيقات فيها مغنى أو أنشيب انشاد دينة انشاد دينة كونك بمدرسة دينة تجويد قرآن تجويد قرآن يعني أخذت الأصول معش هذا التجويد قرآن جيد جداً يعني بقدر علم تجويد قرآن الناس ما تنغش يعني بس يتطلعوا بشكل خدا لأنه نتطلع فيك أن تجويد قرآن ما كتير زابطة بالنسبة للناس للناس أكيد بالقلب الجوهة بزوه بما أنك كنت بمدرسة دينية تتاب على مرجع دينة فمن الطبيعة بأعتقد كنت محجبة صح من التسع سنين لتمنتعشر لتمنتعشر سنة ريم الشريف أو الاسم الآخر محجبة صح ليه لبست الحجاب؟ ما فيك هيدا نظام المدرسة مش عن أنا حتى لو كان عندنا معلمات مسيحية كانوا يتحجبوا بالدوام كنت مرتاحة مع الحجاب؟ لا لكن أنا بالأول كان هيدا آخر مشكلاتي لأنه كان الوحدة والغربة والوجع وأنك تدفعي دم تتتعلمي تدفعي دم ودموع من دم تتتعلمي هيدا كانت مشكلاتي أنا وصلت لمحل حاولت الانتحار بالمدرسة كامتك بحالي عن سطح المدرسة مين وقفك؟ وقفوني رفقاتي البنات فوق ما أنت إنه طوطة بمحل بعيد ولحالك عن أهلك كمانا في تنمر وكمانا في ناس بتعايرك بيوتمك وكمانا في ناس بتعايرك بحالتك أو فقرك أو ما أيضا لأنه المدرسة كانت مختلطة يعني كان فيه ناس بروح ويجوه بروح ويجوه وفي ناس أيتام صح كان حلمك تشلح الحجاب ايه كان حلمي صراحة مش حلم مش أقصى أحلامي يعني كنت عارش إنه رح أعمله مع إنه كمان على العيلة كانت التزم الدينيا من بعد ما وفات البابا طلعت من المدرسة مدرسة الداخلة وشلحتي الحجاب دغري مباشرة لا التكمية قدي؟ التكمية من الشرعي للتنورة للتنورة للبونتالون الواسع والأميس الطويل للبونتالون الواسع والأميس الطويل للبونتالون الباقي مع طب عادة لا 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 التكمية شي وان يير تقريباً لا قدرتش للميوب؟ لا أبداً بعدين ميوب بعدين يعني ريسك بس أريم ليه عم بسألك السؤال هو من بنت بهايد البيئة تسع سنين محجبة بما كان فيه التزام ديني مرجع الروحي سيد محمد حسين فضل الله صح نصلي وراك جمعة نصلي وراك جمعة نصلي وراك طبعاً بالجامع الكبير كنا كل جمعة نقمس أي أم فينا الصلاة ليالي لقدر نحيا معه للخمس الصبح نجتمع معه حتى ندوات دينية نحاور ونسأل شو بقي من هالبنات اللي تشربت الدين وقتنعت بها بقي كل شي حلو أنا نقيت اختاره وكب اللي ما له عازة شو ما له عازة الحجاب؟ لا ما له عازة؟ لا 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 مش الحجاب ما هيك قصدي أبداً لكن الحجاب في ناس ممكن تقولك فرض في ناس ممكن أنا برأيي الستر هم فرض في الدين الستر أنا عندي رأيي الخاص ماذا رأيك الخاص؟ أنا إنساني هلأ لست متدينة بل روحانية أنا برفض أني قول عن حالي متدينة ولكن أنا روحانية والإيمان اللي بقلبي يمكن أكبر شيخ حاطة عمامي بده مئة سنة ليوصلوا اليوم ريم الشريف مسلمة؟ أكيد مسلمة أو روحانية؟ مسلمة بالمعنى الحقيقي للإسلام شو يعني المعنى الحقيقي؟ تأسلم أمرك ونفسك لرب العالمين ولكن الإسلام في يصد علينا صرائد إيه الإسلام قال لك لا إكراها في الدين والإسلام قال لك الله يعلم ما في ذات الصدور والإسلام قال لك إنما الأعمال بالنيات ولكن بالمقابل صرائد أنا أحببت إن الله يهدي من يشاء نعم ولكن فرض علينا الحجاب فرض علينا السطرة فرض علينا الصوم الصلاة الزكاة لأسباب معينة الصلاة لا تهذب روحك الصوم لا تشفي جسدك مش مهم الأسباب؟ هن فرائض بدنا نلتزم فيها أنا من من النوع اللي بيجي ما إجاء قال لي واحد اثنين ثلاثة ما بمشي علي يعني إحنا ما بدنا نرفصل الدين على قياسنا الدين دين التعليم الدينية النص الدين هذا ما أقول لك أنا ما بقول عن حالي متدينة لما حدا يأخذ علي مأخذ أنه أنا لا أتباع الدين بحد أفيره نعم يعني أنا غير متدينة إذا أنا أقول لك أنا متدينة مفلط محجبة ما شو يعني غير متدينة؟ يعني صلاتك مختلفة عن صلاة المسلمين مثلا أو بعد صلاة المسلمين؟ لا ممكن صلي الصلاة المسلمين أنا صليت لعمر كثير يعني ما قطعت فرد صلاة اليوم؟ اليوم أنا بصلي ساعة لأنا بحس حالي عبالي صلي ما بروح بصلي لأنا فرد مش يعني وفقا لأنا أنا ربي ما بعتبروا بع بع يعني إحنا ملحى الأدان في الصلاة حامل كرباش بدو يقتلني؟ ربي حب وفرح ورحيم أنا إذا إذا ردت الصلاة خلص يعني إذا الله بدو يقبل صلاتك بتكتوني قاهمة أنت مش تاقة تتلتقي مع عشيئك الإله هيدا العشق الإلهي إذا أنا مني من جوا قلبي هيك عم بيعمل ناطف إني أنا أقعد بين إيدان ربي لا شو بدي أسكع وإركع يعني على الفاضي؟ وقول بس الأشياء؟ مين قال إذا التزمت بالفرائد؟ لا في ناس بتقول إيه قد أنت خيلك خليني قوم فريضة ها حبيبي روف القرآن والنص الديني لتنظيم حياة الناس ما هو ترجع إثمر جاكم هل فصر القرآن بطريقة صحيحة كاملة؟ لا أنا ما بدنا نروح على نقاش فقهة ما لأنه عدائسة فقهة وعقيدة عرفتي فأنا أتبت ناقشي لجائزة؟ ببناقش بيلي أربعة الشيوخة بناقشن هلأ وبالقرآن أنت بتقنعي للشيخ أنه أنت بدك تصلي على زوئك؟ لا عوقتيك؟ أو بدك تصومي يمكن خارج شهر رمضان المبارك؟ أولي شي هو مين يجي يقلي أنا كيف صلي هو درس شريعة الله وظفوا عنده جابة زنوب أو أنت تحاكم عني أو مثلا أنا مسلمة خلقت مسلمة شيعية بس أنا ماني مع التقليد أنا ما بقلد مرجع أنا ماني مع أني أنا قلد شخص وهو يتحاسب عني أي هيك قال المرجع يلا بعمله طب أنا مخي وين؟ ضميري وين؟ أخلاقي وقلبي وين؟ إذا إجا اليوم قال لي الدين السارك تقطع إيده أنا هاي ما بعتقد الله قاله سوري فيه ثواب وعقاب مش هن مش البشر بحاسبه ربك بحاسب بالكارمة بيعطيهم عقابهم بيعطيهم ثوابهم أو بس تفلهم هدين عم بتفصل دين على أياسك رين لا أبدا وحلا كثير من الناس العاديين أو رجال الدين أو الملتزمين اللي بدنا نحترم أنه هن ملتزمين بالتعليم الديني والنص الديني رح يقولوا رح يهجموك حبيبي اليوم أنت شايفة استعدت تهاجمة؟ أما آخر همة آخر همة آخر همة أي حدا بيهاجمني آخر همة اللي عنده رب معه ما بيخاف من بشر وهاي الرقبة ما بيشيلها إلا اللي حطها وبس اللي عنده رب أنا رب كتير بحبني وحاميني عندي حماية إلهية بل عندي جيش من الملائكة معي أنا بعرف صاير معي قصص ما بتفوت بالعقل أو كيف الناس اللي ظلمتني يصير فيها ما بعرف شو انظلمتي كتير بعدك عمت انظلمت؟ مش كتير قد قبل لأنه هلأ صرت قوعة وأقوى بس بعد أكيد في ظلم بس 90 بالمية الظلم 10 بالمية خارج ننا نحن اليوم عم نحاول قد ما فينا نرجع الخير اليوم أي حدا بده يجي يقلي دين ومدين وبتتحاسبة اليوم عم بيصير في ببلد حدنا مجازر ومصايب فلسطين أوكي عم بيصير قصص انت عم تشوفي على الميديا كيف عم بيكذبوا فيها هلأ عم تصير شغلة هلأ عم توصلك مئة نسخة كذب عن اللي عم بيصير بدك تقيليني دين من 1400 سنة لم يشوه لم يحرف لم يلعب السياسيين واللي هن من الأساس الحياة من ألاف سنين عندهم سياسة فرق تسود ما قالوا للشيخ شو يقول بخطبة الجمعة القرآن لم يحرف قرآن الكريم لم يحرف التفسير اليوم لما ربك بالقرآن يقلك إنما الأعمال وبالنيات أنت اليوم ممنوع تحكم مع أي شخص لأنه ما بتعرفي شونيته اليوم لما يقلك الله لا إكرهها في الدين ولكن ربنا حرم حرم الخمر حرم الميسر حرم الزنا حرم السرقة هذه كلها محرمات قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ما قال إن الخمر والميسر رجسون من عمل الشيطان فاشتنبوه يعني بعدوا عنه رجسون من عمل الشيطان مش إذا بتعملوه إنما بس قتل النفس كأنما قتلت الناس جميعا هوني بقلك تقتل نفس في تحريم للخمر وفي تحريم للميسر بسني عم نعطي لهون قصص أهمية أكبر من الكذب والقتل والسرقة والغيبة والنميمة اللي هي يعني اليوم تلاقي حج وشيخ أو وحدة ولا بسعبية وما بتخلي حدا ما بتحكي عليه كأنه عندك دقمة على رجال الدين أبداً 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 شو اللي عم جربت تقولي ريم أنت شو بدك تقولي اليوم أنا ما برضى أي شخص يعطي لحاله سلطة على الناس الله لا يكلفه نفساً إلا وسعها نعم لها ما كسبت وعليها ما كسبت اليوم كرميل هيك أنا بقولي كل شي قطعت فيه بحياتي بشكر الله عليه لأنه كل شي حملني كان ليه طاقة بها كنت قادرة أتحمله كنت قادرة عليه وإلا محطني بهالموقف ومحطني بهالامتحان بس اليوم لما أنا شوف شيخ دين قاعد بحلله وبحرم على كيفه وبيعمل كذا لأنه أنا الشيخ وإيقه عالي لا حبيبة رسول رسول كان يقعد على الأرض هيدا استثناءات القليل 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 اللي هني عنجد ماسكين الدين بزبدته مش بأطرافه لا مش القليل يمكن القليل هني اللي حضرتك عم بتحكي عنه الاستثناء لأنه دايماً إحنا نطلع على الخطأ سؤال اليوم لو ما فيه تطرف بالدين كان قدر أي قوة بالعالم اليوم تعمل شيء اسمه داعش وتمسك الإسلام من طرفه وتشوهه ما كانوا قدروا لو نحنا كان قادرين نوصل صورة راقية ومنفتحة عن الدين الإسلامي ما كان إجا أي حدا ونهنش القوة اللي حاكم هل تشوف تطرف بغير أديان أو بس عم تطلع تطرف أكيد في تطرف بكل الأديان فيه تطرف بالديان اليهودية فيه تطرف بالديان المسيحية فيه تطرف بالديان الإسلامية بكل ديانة فيه ناس متزمتين أو متطرفين ريم بدي أرجع لحياتك أنت طلعت من المدرسة الداخلة شلحت الحجاب خطبوك كمان هيدا ظلم شخص مهووس صح شخص مهووس فيه من أنا وكان عمري 14 كان يشوفني بصطيفين بحبك يعني ايه هو رفيق صهري يعني ومثل خلص صار فيه شبه مؤامرة بالعيلة لحتى أنا أخط بو أو نكون سوا لأنه أنا كنت ثورجية من زغري ما بدي أتجوز عبكير مثل إخواتي ما بدي أخته ما بدي كذا وما بدي فوت عبات رجالي إذا أنا مش قوية ومؤمنة حالي ومؤسسة حالي بس صار فيه مثل لوفكة والتدبر للأمور لحتى أنا اختنق ووصل لمحل قوله من قبل مين؟ من قبل هو ومن قبل أهل اسكن فيه بكة كتير واجهوا أربعين شخص من عائلته وخلص نحطيت قدام الأمر الواقع ونحن عنا عاداتنا وتقاليدنا كتير صارمة فعني أنا فوق ما أنه كنت محبوسة بمدرسة دايخلة بس أرجع على بيت أهلي أنا ما كان فيه أظهر شو عمل فيتي هيدا الشخص لأواني شلت أنتغير صح كنت 18 ونص 19 يعني أول ما ظهرت من المدرسة وكنت بلشت جامعة وعم بشتغل بذات الوقت أول شي ما نعني أشتغل ممنوع أظهر من البيت يجي مثلا الصبح ع بيت أهلي يصير يراشق البيت بالحجار تا نظهر سوات أنا قعد نحكي سواء أنا ما بدي وفاهمته إنه أنا قبل ما أنا عم كذب عليك ما بدي غشك بس أنا وياك مش حبيبين صار يلحقنا بمية نار على باب الجامعة طي يشوه لي وجه لحددك إنه بديو يحرقك بمية النار صح فأصارت حياتي بالنسبة إلي الجامعة إني عم بركض بالطريق لحتى أطلع بتاكسي روح على البيت ما كان معي سيارة بوقتها ما كان معي تلفون طبعا أهلي عرفوا إنه غلطه بس شايفوا التصرفات اللي عم بيتصرفها معي كيف قدرت تتخلصي منه؟ بدي الحقيقة بدي الحقيقة بدي الحقيقة بدي الحقيقة بدي الحقيقة لك أنا ما بحب أحكي بي هالقصة بديك تحكي معي بديك تحكي يا الله يا ربي نحنا بشو القصة هون طريت إنه اتواصل مع جهة حزبية كيف؟ هو كان من غير طائفة واضطرات إنه لما وصلت لمحل إنه ما حدا قدر يخلصني منه يعني بعد ما جربت كذا طريق صادقيني إنه أنا ولا مرة أي حزب بلبنان أو أي جهة سياسية كان إلى فضل علي بأي شيء يعني ما حدا بجيبلك يسطحين على البيت ولا حدا بيعاملي معاش مش بس خطيب مهووس يعني هددك بالحرق بالأسيد أو بالمية النار تحرش تعرضت ريم صح تحرش عابر أم تحرش هو منه ترك أثر أكيد ترك أثر لأنه كنت أنا أول مرة وممكن يقرب علي شخص لكن هلأ فيه أكيد كل بنت كلنا يمكن أمي تعرضت لتحرش بس فيه ناس ما بيستحوا يقولوا أو بيخجلوا أو بيخافوا لأنه المجتمع تبعنا بيحط الحق على البنت أنه شو عملتي لتحرش فيك شو كنتي لابسة كيف كان شكلك هادي بشاعة الموقف للأسف للأسف اليوم من أنا وطفل صغير يعني بس توفى بابا صرنا متل كأنه لقمة سائغة للجميع ونبطل فيه باي صاروا سهلين هالبنات تعووا نفوت فيهم فأذاً تعرضت لعدة محاولات تحرش لا أكيد لعدة لما اشتغلت أول مرة بس خلصت مدرسة لما اشتغلت سكرتار بمكتب أو عند محامة أو بشركة شحن كمانا تعرضت لتحرش من أصعب تحرش أكتر تحرش ترك أثر فيه كريم هو هذا الشخص اللي كان خاطبني لأنه صار بالقوة بدو يقرب علي وأنا ما بدي يعني كانت محاولة اختصاب صح كانت محاولة اختصاب بس غير كاملة لأنه ضلت عذريتي مش حالو نحكي التفاصيل بس أنه قرب علي وأنا كنت عم ببكي ومفرقت معه وكنت قرادة أنا من زغري حائدة على الرجال شوي عذراً للرجال مش للذكور عذراً لأنه كن شوية حائدة على الرجال لأنه مع كل الظلم اللي نحنا فيه بتسمعي هاي قطلة خيّة لأنه مدري مين قاله شافها مدري مع مين وهيدي فضى فيها ثلاثين ضرب ضيعة وهيدي بس أرجع على البيت ما في أظهرش مفكر حالك شب مش هورب يعني أنت ما فيك خيّك فيه أنت ما فيك ابن عميك فيه ييش بدون يقولوا عنيك على كلمة شو دون يقولوا عنيك بعدك حائدة يعني وعلى كلمة مين بدوا ياخدي نعم تعرف إليلا أنه اكتشفت أنه المجتمع مريض واكتشفت أنه الرجال الشباب اللي مجتمعنا ببيوت ونطلعوا مريضين الست اللي بالبيت اللي هي عم تربي اللي ما منعته تبكي وإنت رجال وإنت إيه إختك شو عملي تروح كسر لرقب إنت هيدا الطريقة هيدا الأسلوب اللي خلى الرجال هايك هوا مخلق هايك انت عرضت العنف من رجال حبيتيهن؟ ايه ايه الحمد الله يعني شو في تشكيلة ربنا ساين مي أب حسن لأسمك شو نوع العنف اللي تعرضت له من بجاله؟ فيربل وفيزيكل يعني شفره وجسدي إيه؟ من حبيب يعني قبلت حبيب يضربك؟ كيف كنت تتعاطي مع العنف الجسدي؟ كنت أرجعوا أضرب أكيد آه ما بسقط لحدا بيضربه العين بالعين؟ ايه السن بالسن هيدا كان حل بالنسبة لألك؟ لا ايه الحل هو إن أنا وقفت كون مع أي شخص لحد ما أشفي حالي ليه؟ ليه أنت مريضة لا تشفي حالي؟ أكيد كلنا مردة كلنا مردة أنت اللي عم بحكي عني كريم؟ ايه؟ كنت مريضة مش إنه أنا مجدوبة بنشي معاكة نفسيا لا كلنا بحاجة لتشافة طفل مظلوم طفل غير مؤمن له الحب والحنان يعني هاي التراوما أو الصدمات العاطفية بتخلف أثر فيك على مدى سنين إذا ما عالجتيها مع اموشن الثيرابيست أو مع حدا بيقدر يطلع لك هيدا القصص مني ما بتروح العنف اللفظ وبعدانا بتبين على عمر أمراض بالكبد بالرقة بالظهر كل أمراض الناس هن مشاعر مؤلمة كل الرجال اللي حبيتيون ضربوك؟ لا مش كلهم لا مش كلهم العنف اللفظي شو كان نوعه؟ أبشع أنواع العنف اللفظة أبشع أنواع العنف اللفظة اللي ما حدا ما فيه ما فيه إنسان بالكون بيقبل أنه ينحكي حكي هيك خاصة شخص بنى حاله بحاله بقى تدمه ما نام الليل لحتى وصل للي هو واصله ما بسمح لأي شخص يجي يمس بكرامتي أو يمس بشرفة أو بأخلاقي أو يشكك فيه اليوم لما تكوني أنت بنت كربوجة ومهضومة وطالعة فراشة الوادي وحلوة بالحياة شو مرة كرهت حالك لأنك امرأة؟ أبدا دايما كنت فخورة أنا وصغيري يمكن قلت لي شكك بشرفة أنا وصغيري يمكن حبيت تكون رجال لحتى قدر اخد حريك تحمي حالي بس قلت لي بشكك بشرفة ريم اليوم فنانة فنانة يعني جسمها حلو شكلها حلو لبسة ملفت ملفت بيطلع حكي على الفنانات واللي لابسة عباية ومشودة راح ديطلع عليها حكي ضيفة فارس اسكندر كان قاعد على هالكبسة يا الله فارس وقال ما في فنانة شريفة الله يسامحوا على الحكي اللي حكي بس مرحول أكتر من هاني تسعين بالمئة مع وحق تسعين بالمئة عطلتي حق تسعين بالمئة مع وحق بس ما في جرح بهيد الطريقة لو هيدا الواقع لأنه اليوم أنا في يقول واقع عن الرجل كتير بالشاعر بس هيدا كمع بس هيدا تعميم لأنه في كتير فنانات يعني من كل المجالات ليش ما في رجال بتخلي النساء اللي معا تعرض شرفها للباع و للخطر لأنه هن بدون يستفيدوا على ظاهرة هول شو بسمون هول شو لما واحد بيقدم اخته أو بنته أو حبيبته للناس هيدا شو؟ الرجل اللي بروح بينصب على مره أرملة وعندها كانسر مثلاً وبيقشطها مصرياتها وبيتها أو الزلمة اللي بيجي بيعمل حاله بيحب مره لحتى تسلموا كل شي و بروح بيصورها ليفضحها أو بيقشطها مصرياتها أو بيدمرها مستقبلها لتسير عبدي عنده تحكي بنفرة كتير عالية بس بالمقابل في مره هي بتبيع جسدها طبعاً فيها في ناس هلي ليوصلوا ببيعوا كرامتهم طبعاً بس مش أنا مش أنا أبداً فهيدا اللي عم بقلك هي اليوم ولا مره حريتي تتنازلي لتوصلي والله كنت بغير محل لو عملتها وين كنت؟ كنت بفوق فوق 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 كم مره عرض عليك التنازل ورفضتك؟ كثير شو نوع التنازل اللي عرض عليك؟ يعني أنه منعمل لك إنتاج ومنعمل لك كذا بس ما فيك تحبة، ما فيك تصاحبة، ما فيك تتجوزة ويعني إذا شو ما قلنا طلبنا منك بديك تعملي حابدي فيه كنترايات كان فيها شو آكل شو أشرب كم ساعة نام وكم عدد ممارسة الجنس كنترايات فنية؟ نعم لتقدر توصلي فنياً نعم في عندك هيد الشروط؟ نعم من شركات معروفة بالعالم العربي؟ نعم بس عم تحكي معلومات كتير خطيرة يعني شو اللي عم بخليك تحكي اليوم هالقد ريم؟ ما كنت جاهزة قبل؟ لا، ولا مرة كنت جاهزة أحكي بس نظراً لكل شي عم بيسير بدنا ما بق فيك غير تقول الحق والحقيقة واحد دنين؟ نعم على المستقوعة تخصي بعتار معي شو سبر أنه مسئولية ربانية عندي إياها أني أنا اللي بقامن فيه وتجاربي بالحقيقة أني أولى لابلك شي صبية ممكن توعى بمحلة من المحلات لابلك في شي شاب عم بيحضر يعرف أنه ما يقذي ولا بنت أو يتعرض لبنت أو يحمي البنت ويقدرها ويعرف إيمتها وفي محلة من المحلات تعرف أنت حكيتيني قبل كرمي الحلوة قلت لك هلأ رابعة ماني جاهزة ماني جاهزة خليني نزل الأغاني وهيكي بطلع بحكي شي عن كامنا اللي مقدمته وأنه بحب أحكي عن قصة نجاحي وطفولتي بوقت تكون أنا عاملة شي عاملة شي وبيبيك النجاح طبعي ولكن اليوم أنا ما بق سأليني لع الفن ولا عقل أنت هلأ ببيك النجاح؟ لا أنا ببيك العرفة من الفن أه؟ ببيك التخلي عن الوسط الفني وأهله وناسه اللي ما بيشبهوني بقى أبدا لحظة تخلي عن الوسط أعلن اعتزالي معك ست رابعة الوسط الفني أو ما يعرف بالوسط الفني اللي أنا نشأت فيه أكيد ما عم بترك الارت أو الميوزيك ما أنت بتعرفه يمكن أنا برسوم بكتوب بلحن غير أني بغني يعني الفن هو تسعين بالمئة من الدم الأحمر لبجسمه هو فن أعلنت اعتزالك الليلي بش القصة للفن؟ للفن نعم أكيد الالتزامات اللي عندي إياها قردي رح خلصها يعني أنت ما بقى تغني؟ عندي أربع أغاني قردي خالصين يمكن نزلهم كلهم يمكن لا ريم الشريف ما بقى؟ باي 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 غناء؟ باي باي طب ريم بعدك ما وصلت للشهرة؟ ما بدي إياها رفتها لا تعتزلي رفتها قبل ما توصل ما بدي إياها ما بتشبهني هيدا الوسط ما بيشبهني شو هالتصريح الخطير؟ آه شو مريحة أنا شلتها عن قلبي أنت أكيدة أنك الليلة عم تعلم اعتزالك للفن والغناء من خلال شو القصة؟ أنا كتير أكيدة لأنه هيدا ما بقى فيي كذب على حالي ما بقى فيي كون منافقة بحق حالي وكون شخص مش أنا الشخص اللي اليوم عم بيقدم هيدا هاي الأغاني مش أنا ما بيشبهني ولا بتشبهني هالأغاني ولا بيشبهني هالوسط المؤامراتي الظالم الوسخ ما بيشبهني وما قدر تكون جزء منه ما عملت شهرة ما حققتي حلم أنا ما بدي كون متل السياسة اللي ممسك بالكرسي لأنه بدي يعمل مدرش هو شو بديك تعملي ما أنت وطفلة بتغني انتوروني شو؟ انتوروني بشو بدنا ننترك بشي كتير مختلف شو؟ تمثيل ممكن تقديم برامج لا فضل احتفظ بالشي اللي أنا بدي أعمله هلأ حالياً معيوني إليك بتعرفي محبتك عندي واللي عم إليك يا اليوم ما باعطي له ولا إعلامة تاني تسلمي بس لأنه في معرفة عميئة بيني وبينك وأنت شخص بقدره بيحترمه إنساني راقية ويمكن من أولى مقابلاتي من شي سبع سنين يمكن أو تمني سنين كانت معيك سعر فرابعة أنا اليوم عم بقول الشي اللي أنا ما بقى بدي أعمله وبكل أريحية لأنه اليوم الفنان بتلاقيه لو هبط لو قشط ما بيتروك الفن أنا بعدني بعز مشواري وعندي أغاني كتير حلوة هلأ ممكن نزلها ممكن لا بس ما حا أعمل غيرها وما حا أخد كونتريات أحفلات غير هلأ إذا أجيكي حفلتي هلأ أنا اللي عندي موجود هلأ إذا أجيكي عرض مثلا هلأ اللي عندي موجود من هلأ إخل السنة هخلصه غير هيك ولا يمكن ولا تحت أي غراء ولا يمكن لكن أنا أنا شاطرة كتير بهالموضوع أنا بنت بعرف حالي على المسرح الداقوية لما قدمت برنامج كانت تجربة بعرف قديش فت عقلوب الناس وعبيوتها يعني ما فيك ما بنحط بمحل ما نقده ما بدعس دعسة مش قدة شاطرة أخذ مدالية ذهبية عم فقت الطرب بستوديو الفن طبعاً ربحنا استوديو الفن وأخذ جائزة 2015 وخمسة عشر رايزينج ستار من الدلتا أوردز وأخذ جائزة كرمني الجيش اللبناني غنات على مسارح عربية وعالمية والحمد لله ما عندي ولا أغنية هابطة بس أنا بقلك ما عندي ميجاهت لحد هلأ ما توفقت بميجاهت بعد ولكن أنا ظلمت كتير بهيدا الوسط أول شي شكل كتير ظلمني لأنه الناس ما أخدتني عم أحمل الجد وفكروا أنه أنا ما بغني من وراء موجة الفنانات اللي كانت طالع بأول ما كل شكل شو كان يطلبوا منك بالرداية غني؟ مش يعني ببداية مشواري بلش الربيع العربي ببداية مشواري بلش الربيع الفني شو كان نوع الربيع الفني؟ يعني أنا اللي ما حضرني بستوديو الفن الناس اللي حضرتني بستوديو الفن تعرف أنه أنا بغني طرب بس أكيد مش كل الشعب العربي حضرني سكنت روح مثلا على استوديو لموزع أو ملحن نعم شو كانت بدي أشتري غنية بدي أسمع شو عندهم أغاني فوت على استوديو تطلع فيها هيك لأي عمو شو عبالك تاخدي تسمعي؟ شو بديك مثل بوصلوا وأنه كان بعدها هيك موجة الأغاني الفرفوشة الخفيفة اللي بسموها بالأيام زمان ترطوقة اللي هي ما بدي صوت أو أداء عالي بالمغنى فكنت قل له لأ خليني سمعك صوتي وأنت شو سمعتي؟ في يوم وليلا يوم وليلا خدنا حلوة الحب أكله في يوم وليلا أنا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبنا عمر الحب أكله في يوم وليلا عمري ما شفتو ولا قبلتو ويا ما يا ما شغل نطيفو وفي يوم لقيتو لقيتو هو هو اللي كنت باتمنى شوفوه أنا سيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح إيديه على إينا روحنا على بحر يشوف نزلنا نشرب ودوبنا فيه ومن يسده يقرع ده كله ونعيش سوا نعيش سوا العمر كله في يوم وليلا ليلة 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 طيب ليش حرام؟ تعتزلي؟ لا مش حرام رابعة لأنه حرام هيك موهبة ما تاخد حقها بهيك وسط ظالم لأنه حرام اليوم أنت كم وقابة اللي عملت معي قلتي لي فيها ريمة اليوم ليه بعدك لهلا ما أخذت حقك بالوسط الفن ليه بدي أنتر حدا يعطيني حقك أنا رح أعطي عم تحكي بنبض قوة من دعمك ولوين رايحة مين وراك؟ بس رب العالمين اللي داعني هو نتاج عذاباتي بالحياة اللي عجنتني وعملتني هيدا الشخص الأوي اللي قدامك اليوم ومش معناتها هيدا الشخص الأوي ما بيزعل مش معناتها ما بيبكي مش معناتها ما بيضعف طبعا بيضعف بس بحالة وحدة لما يكون متورط عاطفيا مع شخص أو مع حدا قريب منه صديقة منك متورطة هلا عاطفيا متورطة عاطفيا بشكل مميت بالعشق الإلهي متصوفة انا حلمة اقصى أحلامة كون درويشة على باب الله متل جلال الدين الرومي اقصى أحلامة انت قريتي عن رابع العدوية وعنا رابع العدوية سؤال انت ما بتحب رجل هلا ما عندك علاقة تقريبا صار لي حيصيروا أربع سنين صاروا أربع سنين من دون رجل صاروا أربع سنين ما في حدا بحياتي ولم أرتبط بأي شخص في ناس تعرفت عليهم ولا دق قلبيك لا في ناس تعرفت عليهم بس ما كفينا وما قدرت كذا بس أنا من آخر علاقة سامة كنت فيها علاقة كتير توكسك بوجه له كل الخير لهذا الشخص السام اللي كان بحياتي لأنه لو ما هتسمى اللي أنا دقته ما كنت وعيد على حالي تروح أشفى تروح أحب حالي صح هون اليوم لما تقولي انت مريضة انت آخر علاقة سامة كانت من أربع سنين وتشافيتها تشافيتها منها رحتي على الهيلة تشافيت من وراها لهذا العلاقة السامة من قد ما كنت كتير مضغوطة نفسيا ومشرذمة ومعذبة ومصدومة أنه أنا بعد هالوعي يعني من أربع سنين أنه كنت وعية شخص وعي ماني ولد كان معنف أو خائن؟ أوف في شي سلي كبيري عندك تحط فيها كل العناوين العبا يلا مستقفوا عن فخائن كذاب متلاعب نرجسة منحرف شو بديك؟ زيدة ما بعرف إذا هلأ شفي أنا بتمنالوا الشفاء الله يشفيه لكن ناس ربك وجعلناكم جنودا مجندة الله بحطلك ناس بحياتك يا واحد يمرق يقول كلمة تفيق شي فيك يا شخص يجي يبكيكي دم لتفيقي على حالك وتعرفي بتتصرفي صح ومتعيدي على الغلطة وفي ناس بتمرق بحياتك لتفرحيك وتشكري ربك وتقولي خي الحمد الله الدني إذا خلية تبليت بعد في خير بعد في ناس طب من أربع سنين ملقيتي هالخير؟ لأنه أخدتني أول شيء وقت لأ أنا فوت بشفاء الذات رحلة التشافى اللي هي كل إنسان لازم يفوتها اللي هي رحلة حب الذات يعني نحنا كلنا ما بنعرف نحب حالنا صح لأنه نحبينا غلط اليوم نحنا بتحداكت إليلي ما معي حق الجملة اللي رح إليك إياها صور يوم كلنا ربينا على أنت ما بعمرك حتكوني كابيل لازم ما شفت بنت خالتك كم علامة جابت ما شفت فلانة ما شفت فلانة ما شفت غيرك ما نوصل أه إذا عملت هيك إذا لبست هيك ما حدا حي يجي ياخدك قل الله ياخدكن كلكون أحطر بها قل الله بياخد الجميع بالنهار قريم بدي روح على آخر محور وحساس حساس بعد أكتر من عين اللي هيك وبدي منك جرقاء وهيك يعني الكلام السليم مثلا بقوله تكره معيني شو قصة العرض اللي تلقيتين الماسونية حسب ما خبت كيف ستطعني بها الحك مصادر عن لسانك كنت عرضت تلقيت عن الماسونية لكن هذا الموضوع لا يسرك عنه لا يسرف عنه و لا يحصل بأنني أتكلم من الماسونية لا ينبعون الماسونية أسوالي هذا ما قلت ماني الماسونية لا ترد على الناس أكيد الماسونية تعرض عليهم لا يخدون معهم. المرأة هي خادمة في المحفل الماسوني. صح. وليست يعني لا يعرض عليها أن تكون ماسونية. طبعا أنا أكيد ما بقبل كون خادمة. طب لا كانت طبيعة العرض. أنا مأكدة أنه في كلام طلع منك عن هالموضوع. ليك ممكن يكون رؤيته للموضوع. هلأ الناس إذا شفوني عامل هيك بيدي بفكروني ماسونية. هيدا عالم طاقة بيدوي هو الاسمن مدرز. بس انتي عم تعمل هيك وليكن هيدا أنا لحتى خطأ عصابي وكو ادرا سيطر علي حديثة. هيدا هيدا إشارة. هيدا جوجل هي اسمها مدرة بالبودست وبالعلم اليوغيز والطاقة. بس انتي عام تمر إرسائل هلا. عبدا. مش كلمة حدا عملا هيدا عملا هيدا هيدا هيك ماسوني. اليوم هيدا علم هيدا هيدا علم هيدا هو الأساس. هيدا هيدا هيو هيدا هو العلم طاقة. هيدا هو العلم طاقة الاعلما السنونية بيستعملوا للسيطرة على عقول ولكن مش مين ما عمل بإيده هاك يعني هو ماسوني اليوم تقولي معقول أندروت هايت ماسوني معقول فيهن ماسوني معقول كزا ماسوني كتير من الكبار بالعالم وصلوا عبر المسوني اليوم قوشو بيعمل بإيده هاك ماسوني ماريا منور تعمل هاك ماسونية لا هيده مدرس هيده علم المسونية بيتبعه هيده العلم الطاقة للسيطرة على عقول البشر مريم الشريف شو ماسونية؟ أبدا لا أنتمي لأي جهة دينية أو سياسية أو حزبية أو قلط لا أنتمي ولن أنتمي وأرفض أن أنتمي خاصة إذا كانت هيده الجهة ترفض المرأة أنها تكون جزء منها الفكرة الماسونية هو قوة مسيطرة على العالم كله اليوم على كل العالم دون استثناء كل ما يحصل في أي بلد من سياسة من علم من نظام تعليمي من طبيب للشار أو للخير؟ للشار طبعا للشار طبعا أنت شو شايفي عم بيصير بدنا؟ خير ولا شار؟ ما يحصل في غزة اليوم في فلسطين كمان؟ عم بتروحي بنظرية المؤامرة إلى الماسونية كمان؟ قال له بالسهيوني هو الفكر الماسوني هو ذاته كعيان واحد لا يمكن أن تكوني ماستر بالماسونية زمنك يهودية ماستر عم نحكي كيف تعرفي هلقات عن الماسونية؟ لأنه أنا حشورة عندي حب الاستطلاق تعرفي حدا ماسوني؟ لايكي يعني هيدون المعلومات؟ ممكن مثلا التقات بناس قال مثلا حدا قال بيو كان بالماسونية أو فلان عمه بيعرف أنه كان عنده درجة وعيانة لأنه هيدا المعلومات ما بيعرفها أي إنسان على جوجل إذا بروح بيبحث ما بلاقيها لا بتلاقي بتلاقي أصلا لايكي بس التفاصيل اللي أنا بعرفها هي تجارب حياة لأنه أنا ما قدر تكون بروغرامد والحمد لله الفضل الأكبر بيرجع لأن كنت مدرسة بايخلي ما في تيفي كان التيفي هو جزء أساسي من السيطرة على عقول البشر وأنه يعطوك إضاءة معينة ألوان معينة أشياء معينة لتتنوم مغناطسيا وتعمل كل شي بالدنيا لعم بصير بغزة وبفلسطين اليوم هو مخطط صهيوني يعني يخدم الماسونية هيك برأيك؟ صح مية بالمية 100% عطيني اليوم كإنساني حقيقة لا لا يعني لا ريبة ولا شكة فيها حقيقة تقطع كالسيف الله شاهد على كلامي و الله بيحاسبني اليوم أنا ماني جاب رأي حدا يقامن باللي أنا بقامن فيه والناس حرة بفكرة بفكرة حرة أنا لا أغتصب أي إنسان فكريا كما اغتصبت فكريا شو بتعني لك فرصتي؟ لأنه كلنا اغتصبنا فكريا رابعة من زغرنا علموك أهلك أشياء ما لازم تعلميها علموك بالمدرسة قصص ما لازم نظام التعليمي بيفرق من مدرسة لمدرسة دين بيفرق من ديانة لديانة ولمدرسة لمدرسة وكيف تحبي حالك وكيف تحبي وكيف تكون عقولة وشطورة ولا لا هيدا كل شيء تعلمتي بالمجتمع كان اغتصاب فكريا كلنا اغتصبنا فكريا فلسطين المختصبة شو علمتك وشو بتقولي لها بإخر هاللقاء؟ يا حبيبتي يا فلسطين لايك رح أقول شيء منك متوقع أقوله شيء كتير بوزيتف اللي عم بيصير هلق رائع رائع؟ اي والله هل دمار هل موت هل سبب هل أوزاع؟ أول شيء أي إنسان بيعترض على حكم رب العالمين منه مؤمن وشكاك بحكم ربنا هيدا حكم ربنا أم طغيان بشر؟ طغيان بشر ولكنها فوضى منظمة اليوم هيدا اللي عم بيعمل شر واللي عم بيقتل بنا نقله ميرسي لأنك فيقت العالم كله على شرك ولوين بدأ توصل هالتسيق للعالم؟ لأنه هيدا الأرواح كلها اليوم اللي تزهك هيدا الأرواح والأطفال خاصة اللي عم بتموت لازم تموت كل هالأرواح لا يبين الحق والحقيقة؟ إذا ما لصفكة الدماء ما هيبين الحق والحقيقة اليوم البشرية وعيت على حرية كاذبة على مجتمعات منفتحة أوروبية كاذبة على نداء لحريات الشخصيات والإنسان والجي كوميونيتي والترانسكشول والإيدنتفاي أز كاوتش وإيدنتفاي أز كات يعني وصلنا لهالمحل من الحريات وما عندك حرية ترفع عالم تدافع عن مظلوم وما عندك حرية تحكي هيدا الشي كان لازم يصير لازم يصير ربنا متل ما هول الناس عم ينظلموا هوا حقهم رح ينرد رح تنتصر فلسطين رح تنتصر بسا أكيد 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 فلسطين رح تنتصر وإسرائيل إلى زوال من حياتك رح تشهد هالشي على قامل هون لثلاث سنين كمان إذا بدك الله يسمع منك ليك وبقامل إنه فكرنا نحنا هو اللي بيصير حقيقة اللي حاكمين العالم ما فيهم يعملوا مانيفستيشن يعني ما بيقدروا يجيبوا الفكر ويعملوا حقيقة بالمستوى المادي إن شاء الله الحق يظهر والظلم يرفع نعملونا كلنا لحتى نعمللهم مانيفستيشن لقالهم اليوم أنا قام مانيفستينج فلسطين اتحررت يا جماعة وكلنا عم نصلي بالقدس هيك بدي أقولك اليوم غناء شو بتقولي لفلسطين بختام هاللقاء وكنت مرتاحة بشو القصة أوف لكن مرتاحة إيه بس اللي طلع مني اليوم بيهز الكيان مش بس للعالم اللي عم تسمع لقالي أنا مني سهل علي أحكي هيدا القصص أنا جاي اليوم عم قليك ما بق بالدلال فنه ولا أهله وعم بعطي خلاصة هالمشوار وهالحياة لحتى إذا في حدا عم يسمع يستفيد فالرياحة إيه وبس صدقيني يمكن قلبي من جوة عم بيرجف لأنه هول قصص أنا ما بقى أطلعها خاصة بستعملي تشافي ما بتعود تجي بي سيرت الماضي لما تجي بيه بس هيدا جزء أنك تشافي ما بتستحضري يعني وأنا بتشكرك كتير ريم على ثقتك وتأكدي أنك بتخيل إلتيها بالمكان الصح لأنه المشاهد لما يكون الإنسان عم يحكي بصدق بيوصل كمان بصدق يا رب أنا لك بتمنى أنه الناس ما تحكم بقى عن الناس من شكلة الخارجة أو من عنوان الكتاب غوصوا بأعماق الناس وما تظلموا حدا بقى لو شفتوا شي غلط ما تقول كل واحد الله بيعلم بس بشو عم يمرق أو بشو مرق كل واحد عنده طبع وعم يتشافه بليز حبوا بعض وما بقى تحكموا ع بعض ودايما متل ما نحنا بشر وخطائين ما فينا ما نغلط بقصد أو غير قصد فخلي قلبكم كبير وخلي التسامح موجود وخلي قلبك كبير هلأ وقدمينا غنية آه يا جمستقلية لفلسطين كمان بدي قول انو بشد ايدي على ايدكن خلاصين رح تتحرر وكل حدا راح مش عالفاضي فيه رب يعبد ولا تضيعه ودائعه وما في زر الدم هتروح إذا سفكت بغير حق أو ظلم رح تنرد وكارما حقيقية رح ترجع هي دايرة وبدت دور إذا هش جماعة معهم حق رح ياخدوا حقهم بس أنا طبعا ضد قتل المدنيين من أي طرف كانوا أنا ضد قتل المدنيين لأنه هن شو بقولوا الحصان ترواضة أو الجند المحروق كبش المحرقة دايما الناس اللي بتاكلها بصراع الجبابرة طبع السياسة والصراع الجبابرة طبع اللي حاكمين العالم الناس هي اللي بتاكلها بس اللي عم بصير هو رائع من ناحية الوعي والصحوة العالمية اللي مما رأيت عدنه بعد ونحن بيقى مثل حاجة لهالصحوة لأنه كل مانو عم بيزيد السيطرة والكنترول ع عقولنا ولفلسطين بدي يقول في حزن وسع المدى في وجع جوا عمي لا صوت باقي ولا صدا ولا مي يكف الطريق فديوا المطارح يا زمن راحوا اللي غاونت وادعوا رسموا سوا صورة وطن وأول شرارة والعوم شكراً شكراً لقالك الليلة ريم أعلنت اعتزال الفن وحكت بأمور ورائية يمكن البعض بوافق معه والبعض بيختلف معه بالحالتين فتحنا فصل جديد من كتاب حياة ريم الشريف بالبداية كانت القصة معك وبنص المشوار القصة صارت غصة واليوم نهاية مشواري بالوسط الفني بيختمها معك شكراً من القلب رابع على إفساح المجال وأعطاء الحرية الكاملة لضيفك إنه يكون دائماً صادق مع حاله أما بعد في قصة جديدة رح تبلش شو هي القصة؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة